هيا الشعيبي تصخر من أصالة شاهد كيف سندت أحلام بطريقتها سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الفنانة السورية أصالة نصري بينما سندت الفنانة الإماراتية أحلام بطريقتها العفوية وذلك في أحدث ظهور لها مع الإعلامي السعودي الشهير هشام الهويش من خلال برنامج كاربول كاريوكي بالعربي وقالت هيا الشعبي إن أحلام هي أكثر نجمة تجيد تقليدها ووصفتها بأنها ملكة وشخصيتها قوية حيث قالت أحبها لا حدا يجرب صوبها ثم بدأت في تقليدها بطريقة طريفة وعفوية ثم ألمحت هيا الشعيبي عن غضبها من أصالة عندما قلدتها ثم قالت أقصد الناس وقفت على المسرح وقالت أنا ما عندي إلا فستان واحد بدك بدك ما بدك ما بدك معبرة عن ضيقها من تعامد النجمة السورية مضايقة أحلام بعد خلافهم الأخير ووجهت الشعيبي كلمات حب كبيرة لأحلام مؤكدة أنها من أكثر الفنانات التي برعت في تقليدها قائلة بحبها جدا هي ملكة في نفسها وشخصيتها قوية وتبعت لا حد يجيبها ولا حد يجرب صوبها خصوصاً اللي تقول آه ليسألها الهويش عن الفنانة التي تقصدها فترد عليه مستخدمة اللهجة السورية محاولة تقليد صوت أصالة دون توضيح وذكرت ماقلة الأخيرة أثناء حفلتها بأنها لا تمتلك إلا فستان واحد خلالها ليعلق الإعلامي على سخريتها ويوضح أنها استخدمت لهجة سورية مطالباً منها أن تقول اسم الفنانة وصفاً إياها بالخوافة لعدم قدراتها على كشف اسمها لتجيبه أنها لم تكن يوماً تخاف وتتجاهل السؤال وتستكمل سخريتها وتغني مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية التي أدتها أصالة في طفولتها ليؤكد الكثيرون من الجمهور أنها تقصدها لتكسب ود أحلام على غرار الخلاف الواقع بين الفنانتين واعترفت النجمة الكويتية أنها تمتلك في المجال الفني فقط صديقة واحدة لا تتخلى عنها أبداً وهي إلهام الفضالة كما قالت إنها تريد أن تكتشف كل بقاع المملكة العربية السعودية بجولة سياحية تضم مجموعة من النساء وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية تقدر بحوالي ستين ألف مشاهدة بعد نشره بمدة قصيرة يذكر أن هي الشعيبي ممثلة كويتية من موليد أول يناير عام 1979 وهي من عائلة فنية حيث أخيها الممثل ثامر الشعيبي ولديها شقيقة تعمل مخرجة بجانب بنات عمتها التي يعملن في مجال التمثيل ومنهم مرام ومي وهند البلوشي بدأت التمثيل عندما كانت صغيرة كبديلة في مصرحية الحرمنة بدلا من الفنانة طيبة الفرج التي اعتذرت عن دورها في المصرحية ومن هنا اشتهرت في أداء الأدوار الكوميدية ثم توالت الأعمال الفنية ومن أبرز أعمالها الدرامية كانت القرار الأخير وبقايا أمل وسوالف حريم وموزة ولوزة ومن مصرحيتها الخيران رايح جاي وهوامير والأسهم والبيت بيتك وأبو صارة في العمارة اشتركوا في القناة